عالمنا مغطى بالنباتات والأشجار التي نعتبرها صديقة لنا ونطالب بعالم أخضر وأفضل هناك أنواع منها مميتة ليس فقط لأن أشواكها مؤلمة أو فاكهتها سامة ولكن مجرد الاقتراب منها كافي لقتلك كما هو على الحال مع شجرة المانشنيل اخطر شجرة مميتة في العالم يبلغ ارتفاعها تقريبا 9 أمطار وتنتشر في أنحاء أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاربي والتي تقتلك ليس فقط إذا أكلت ثمرها الذي يشبه التفاح ويسمى تفاح الموت وإنما ستقتلك إذا لمستها اقتربت منها أو حتى تنفست الدخان الناجم عن حرق أغصانها قديما استخدمها الأشخاص الذين اكتشفوا خطرتها في محاربة أعدائهم وقيل إن سكان منطقة الكاربيا الأصليين كانوا يضعون سم شجرة على رؤوس سهامهم وكانوا يضعون أوراقها السامة في أبار المياه الخاصة بأعدائهم ووصلوا أنهم كانوا يقيدون ضحاياهم في جذوع هذه الأشجر أي تعامل مع سائل هذه الشجرة يعرضك لحساسية شديدة بالجلد وإذا كنت واقفا تحتها وقت المطر فإن هذا السائل شديد السمية يمكن أن يسبب لك تقرحات في الجسم كله بل يمكنه أن ينزع طلاء سيارة متوقفة تحتها الشجرة مغطى بفاكهة مميتة تعرف بتفح الموت ما ظهره خادع ولكن بعد تناوله يتسبب في تورم الحلق وغلقه وإلحاق مشاكل حد بالجهاز الهضمي نتيجة السم الموجود في كل جزء من أجزاء الشجرة ليس هذا وحسب لكن استنشاقت دخان الناتج عن حرق فرع الشجرة قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية مثل السعال والتهاب الحنجرة والشعاب الهوائية وقد تصر الإصابة بالعمى تنمو أحيانا شجرة المنشنيل بالقرب من الشاطئ حيث سائحين ممددين باسترخاء أسفلها غافلين عن الخطر المحضق بهم والعواقب غير المرغوب فيها لذا إذا كنت متواجها لقضاء عطلة بالكاربي فاحذر الاقتراب من هذه الشجرة أيا كانت الأسباب فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا ترجمة نانسي قنقر